اشتركوا في القناة الدستورية الانتخاب رئيس للجمهورية والاتصالات تتسارع وتتكسف إن كان في الداخل أو في العواصم الغربية والعربية وخصون باريس والسعودية ولم يتبلور حتى الساعة يعني شيء واضح في هذا الاتجاه وقبل جلسة الخميس إذن الكل مشغول خصوصا بنتائج لقاء رئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع في باريس وأيضا بتحليل كلام الدكتور جعجع أمس حول هذا اللقاء وبما يخص أيضا إمكان ترشيح علي مدعون كمرشح توافقي استدعت هذه الاتباسات توضيح صدر رسمي عن القوات اللبنانية أيضا سؤال ماذا فعل النائب وليد جملاط رئيس الحزب التقدم الاشتراك ورئيس جبهة النضاء الوطني في باريس أيضا لماذا لم يلتقي الحريري إذن أسئلة سنحاول اليوم يعني هيك الإضاءة عليها والإيجابة عنها مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ ظافر ناصر لمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي نهارك سعيد أهلا وسهلا فيك في برامجنا نهاركم سعيد يعني بعض من يوم الأحد لليوم الكل عم بيسأل غلط وليد جملاط أو ما غلط عندما عندما سمى العماد ميشيل سليمان بالرئيس ميشيل سليمان بالرئيس ميشيل عون غلط أو ما غلط يعني كل المقاربة للموضوع ملف رئاسة الجمهورية الموقف موقف رئيس الحزب السيد وليد جملاط واضح فيه نحن عندنا مرشح لكتلة اللقاء الديمقراطي اللي هو الأستاذ هون ريحل وبالتالي كل مقاربةنا تنطلق من هذا الترشيح تثبيتا لموقف تثبيتا لموقع تثبيتا لرؤية تتعلق بكل الانتخابات الرئاسية طبعا يعني كل التأويلات اللي حصلت حول نهار الأحد يعني بيعتقد ممكن يعني الأعلام اللبناني شاطر والسياسيين اللبنانيين دايما وليد جملاط أيضا شاطر بمرق ورسيل يعني وكن خلال مزحة يعني يعني بعتقد أي رسالة بدأت منقدر نقولها بشكل بشكل صريح وبشكل واضح يعني لأنه موقفنا واضح بموضوع انتخابات الرئاسية وبالتالي هل هو الواضح والصريح يعني بهالمزحة اللي قطعته وإنه اللي ما بدنا ييجي وقت اللي عم نقول نحن بدنا رئيس توافق هذا يعني أنه رئيس يحظى بتفاهم القوى السياسية اللبنانية أو أكبر عدد ممكن من القوى السياسية اللبنانية المؤثرة بالمعادلة وهذا كلام مش عم نقوله بس بالإعلام أو عبر الخطابات وعبر المنابر هذا كلام قيل لكل القوى السياسية وتحديدا الأطراف المعنية بانتخابات الرئاسية وعندها مرشحين لهذا الموقع وبالتالي يعني موقفنا بهذا الإطار واضح مع الجميع واضح مع الجميع بالإعلام وبالجلسات وبالاجتماعات رح نناقش بالتفصيل يعني هذا الموقف يعني ليش وكيف ولماذا الرفض مثلا بعض يعني المرشحين مثل الدكتور جعجع أو العيمة دعون وذهب نحو يعني مرشح سمي بالتوافق يمكن أو أنه اعتبرته ممكن يحظى بتوافق هو أناب عن ريحله علما أنه بيجي بالجلسات اللي أو على الأقل بأول جلسة يعني ما حدا صوت له إلا أنتو تقريبا يعني بالإضافة إلى مجموعة من النواب يعني 16 صوت وآخر شي كل مرشح يطمح لزيادة عدد هايدي الأصوات وبعدها بس في كتير تنصل لنص صحيح ولكن كمان يعني 16 صوت هني مثلهم مثل 64 صوت رح نتابع زيادة ناقش خليني بس نروح على الطرقات لنشوف حركة تصير لصباح اليوم عجق أوي يبتو بإنتجاه بيروت على الأوتوستراد هوني عند مفرق جسر فؤاد شهاب أيضا بتكفي على الدورة في ضغط سير أوي بإنتجاه الكارانتينة لنبعد الكارانتينة بتنفرج نتفل دايما على المفرق اللي بنزل صوب بشوله المنطقة هوني كثير إذن على شسر شر الحلو في عنا حركة سير طبيعية بساحة سيسين كمان حركة طبيعية مبدئيا الحمراء ما في مشكلة طريق المزرعة حتى حركة سير طبيعية طريق المطار بايني طبيعية شوية على شسر ضغط أنا جاي من الكولة بنص ساعة كنت هو ما في عاجة عظيم عنا بالصيدة الحركة كثير عادية ضغط باتجاه بيروت أكيد كل يوم نفس الخبرية إذن يعني بنرجع لماذا يعني لماذا رفض يعني أن يكون للمسيحيين مرشح قوي ورئيس قوي يعني أنه مثل مثل ويمثل بمعنى التمثيل مثل العماد عون ومثل الدكتور سمير جعجع يعني المقاربة بهذا الشكل مقاربة غير دقيقة ست دول المسألة مش مسألة ترفض أن يكون للمسيحيين مرشح قوي إذا كانت يعني والدليل على ذلك أنه الأطراف المسيحية نفسها غير متفقة على رئيس الجمهورية يعني مش أنه المسيحيين أجوا واتفقوا على رئيس وقالوا هذا الرئيس بيمثلنا كلنا سوا ورحنا نحن رفضنا هذا صحيح يعني معنيين فيه بشكل أساسي المسيحيين والطائف المرونية ولكن كمان هذا موقع معنيين فيه باقية القوى السياسية والشرائح الشرائح اللبنانية وكمان صحيح أنه تكثر الأسئلة ليش بباقي المواقع يعني الأقوى بطائفته عم بتم اختياره إنما عند المسيحيين هذا الأمر مش عم بيصير هذه أسئلة أسئلة مطروحة ولكن حتى المواقع الأخرى بالطوائف الثانية يعني لحتى اللي تقدر توصل على هذا الموقع كمان عم بتأمن تفاهم أوسع من التفاهم داخل طاقفطة يعني مع شرائح سياسية أخرى لحتى اللي تقدر تعبر إلى هذا الموقع فمن هون يعني نحن اللي عم نقوله بشكل بسيط وبشكل واضح إنه هذا الموقع يحتاج إلى تفاهم القوى السياسية اللبنانية ومكونات المجتمع اللبناني لأنه أي شخصية أي شخصية بتعتبر أنه مجيئة إلى هذا الموقع يعني يعني يأتي بيعبر عن قوة معينة عن تمثيل معين المسيحيين بيقتنعوا أنه هذا بيأمنلون حضورهم السياسي اللي هن بدون يقع على مستوى السلطة إنما بيجي بشكل مختلف مع شريحة 2-3 بالمجتمع اللبناني حتما يعني هاي دي القوة اللي هو بيعتبرها رح تصبح ضاعف بعد ما يوصل على هذا الموقع لأنه من دون تفاهم مع يعني الشرائح الأساسية والمؤثرة على المستوى الطائفي على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي بيعتقد أنا يعني بتعتبروا كل من الدكتور جعجا والعيمة دعون هني على خلاف مع شريحة مع شريحة أساسية هاي دي كمان يعني تحتاج إلى نقاش وهلأ إذا بتريد فينا نبحث فيها نعم اليوم أثبتت الجلسات النيابية كل للجلسات الانتخابات الرئاسية أنه لا إمكانية لأي من الطرفين أنه يوصل برئيس للجمهورية وإلا لكنا أنجزنا الانتخابات من أول جلسة صحيح أم لا طيب إذا ديمقراطيا بشكل طبيعي بحسب توزيع الكتل النيابية بحسب توزيع القوى السياسية في المجلس النيابية أي من الطرفين لن يستطيع أن يوصل مرشحهم طيب هذا لحال وإنتوا يعني ككتلة سبب في هذا الموضوع خليني أقول في عدم إمكانية وصول أي من المجلس هذا الكلام بأول جلسة لأنه قررته ما تمشوا لا معهد هذا بأول جلسة هذا الكلام بأول جلسة صحيح لأنه بأول جلسة تأمن نصاب الثلثين نعم لو نحن يكون معنا مرشح واضح وبدنا نصوط له يمكن هذا الكلام كان بصح ولكن الجلسة الثانية وطالع لا المسألة أصبحت مرتبطة بباقي القوة السياسية تحديدا بقوة 8 أدار اللي مش عم بتأمن نصاب الثلثين يعني ما هو النصاب مش عم يتأمن لأنه ما في إمكانية يعني حتى لو تأمن نصاب لحصول أحد من المرشحين على النصف زائد واحد صحيح بس ما هي المعادلة اللي بترجع بتنعكس كمان إذا نحن قلنا بكرة بنمشي بمرشح لـ 8 أدار رئيس للجمهورية 14 بتقدر تعطل النصاب وإذا قلنا بنمشي بمرشح لـ 14 كمانة 8 بتقدر تعطل النصاب هذا الواقع هذه المعطيات هذا المعطى السياسي اللي واضح لكل اللبنانيين عم بيقلنا أنه من دون تفاهم سياسي على رئيس الجمهورية لا يمكن هذا الاستحقاق أنه ينجز وهذا بيعتقد يعني ما بدنا كتير نقعد نفسر لأنه غير ممكن ما فيه ولا إمكانية واحد بالمئة تأمين نصاب الثلاثين من دون تفاهم ليش فريق 14 قدر منه ملتزم بالمطلق أنه يأمن النصاب يعني بحسب ما عم بيبين أو عم بيقول أنه هو ملتزم صحيح بس إذا راحت الأمور باتجاه أنه بدي يجي مرشح يعني مثل العماد عون مثلا نو يحوط طيار المستقبل ما عنده مانع إذا حصل على توافق معين يعني هي المسألة المش مرتبطة بالشخص بس يعني لو التفاهم منجز باتجاه أنه نحن بنمشي بالجنرال العون عم بحكي كطيار مستقبل و14 أدار بعتقد إذا تماني أدار هي كمان بدأ الجنرال العون لرئيس الجمهورية كانت تلتين تأمن ونص زائد واحد تأمن المسألة بعتقد أبعد من هيك شوي بمعنى أنه كمان تحتاج إلى تفاهم سياسي لأنه واضح بالمفاوضات بين الجنرال العون وطيار المستقبل في كلام بالسياسة يعني في أسئلة وفي أجوبة يعني هذا الجوع على الأقل اللي لمسناه من كل الإعلام أنه في أسئلة وفي أجوبة تيار المستقبل يحتاج إلى أجوبة واضحة على مجموعة من النقاط بعنوين سياسية أساسية عليها خلافة على مستوى البلد من هون أنا عم بقول أنه حتى هذا التفاهم لم يتبلور حتى اللحظة يعني رغم كل الكلام عن أنه تيار المستقبل على استعداد أنه يمشي بالعمادعون وأنه هناك محاولات أنه هناك جو إقليمي معين أنه هناك دفع أمريكي بهذا الاتجاه ولكن لو هذا التفاهم منجز حتى اللحظة من دون استبعاده طبعا لأنه يعني كمان هذا من الاحتمالات اللي علينا أنه نخدها بعين الاعتبار ما حدا بيعرف تطورات كيف تمشي سواء بالعلاقة الثنائية بين تيار الوطن الحر و تيار المستقبل أو الجو الإقليمي كيف يتجه حال بعد نشوف أنه اللقاء اللي جمع الرئيسة عد حريري بالدكتور جعجع هو يعني خطوة في طريق بركة البدء بالبحث عن خيارات أخرى يعني بمعنى أنه يعني بيقدر يفهم العماد عون يعني أنه ما بنقدر نحنا يعني ندعمك إذا كانوا حلفائنا المسيحيين غير موافقين و بيقدر يفهم الدكتور جعجع أيضا أنه كمان يعني حظوزك أصبحت ممكن قد تكون صعبة وبالتالي يعني لأنه نحكى حكى دكتور جعجع أنه نبحث أسماء يعني توافقية يعني أخرى وإن كان لنبح لأنه يعني ما كتير هو ماشي فيه صحيح والدكتور جعجع فتح باب المخارج لترشيحه يعني بمعنى من فترة عمل تصريح أنه أنا مستعد إذا كان في خيارات 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 أخرى لكن أنا ما سمعته ولكن بين جريد السفير وجريد النهار فيه تصريحين مرتبطين حول موضوع العماد عون يعني فيه تصريح بيقول أنه الرئيس سعد الحريري وهذا نقلا على لسين دكتور جعجع الرئيس سعد الحريري قال أن عون يطرح نفسه توافقيا بالسفير أنه الرئيس الحريري طرح العماد عون كمرشح توافقي ما فيني يعني هو صدر صدر البيان عن القوات اللبنانية أنه فيه يعني عدم وضوح واشتزاء وإلى آخره وبالتالي بعتقد يعني مثل ما سمعته بالصوت أنا ما سمعته بالصوت بصراحة ليش عم بقول أنه فيه يعني لأنه فيه فرق بين الأمرين إذا كان الرئيس سعد الحريري طرحه كخيار توافق إلى العماد عون على الدكتور جعجع شيء وإذا كان عم بيقول أنه لا العماد عون يطرح نفسه كمرشح توافق وعم بياخد رأي الدكتور جعجع أمر مختلف مختلف تماما بكل الأحوال واضح أنه هذا الأمر وربما يعني كمان تحليل اليوم بالنهار لست سبيم أنه ممكن يكون هذا مخرج يعني طرحه من قبل الدكتور جعجع لهالكلام بالإعلام أنه يكون مخرج للرئيس سعد الحريري بموضوع أنه أنا طرحت الأمر أنت يعني كمرشح توافق طرحت العماد عون كمرشح توافقي ولكن هناك رفض من قبل شريحة أساسية لأنه هذا بيرجعنا على معنى الرئيس التوافقي يعني كيف أنا بدي أقول رئيس توافقي إذا في شريحة أساسية كمان من قوة ومن أطراف معينة مش موافع على هذا المرشح يعني كمان هذا أمر لا يمكن تجاوزه مش بس بالمنطق التحالفي بين الرئيس سعد الحريري وقوة 14 أداره مثلا عماد عون بيقدر يكون توافقي لأنه هو أصلا يمثل شريحة كبيرة من المسيحيين هو يعني يحظى بتأييد ودعم طبق قريبا قوة 8 أدار هو غير لا يمانع عنه خلينا نقول طيار المستقبل وما يمثل يعني كمان طائفيا وبالتالي صار في ثلاث قوة أساسية ممكن أنه تساعد على وصوله يعني للعماد عون بيبقى أنه مثلا أنتو كحزب كجبهر جبت نضال وطني ما بعرف قديش ممكن تشكلوا هالكرسي الرابع أو هذا الركن الرابع لي يكون قاعدة تستطيع تأمين وصول العماد عون هذا ماذا يحتاج يعني إذا نحن عم نحكي عم نعد أصوات للكتل النيابية شيء وإذا عم نحكي عن تفاهم سياسي هذا أمر لا يمكن أن يحصل إلا من خلال تفاهم سياسي بين هذه القوة والمرشح لرئاسة الجمهورية سواء كان العماد عون أو غيره يعني بمعنى آخر هذه القوة لا تلتقي على شخصية تقول أنه هذا توافق وبدأ يمشي فيه فيه عنوين أساسية بالبلد بده تم الحديث فيها يعني إذا كان كما اللي عم يورد بالأعلام بس بدون معطياته بدون إذا كان المفاوضات أو النقاش بين طيار الوطن الحر وطيار المستقبل يعني عم يتناول العنوين الأساسية لإلى علاقة بسلاح حزب الله لإلى علاقة بالمحكمة الدولية لإلى علاقة بالقرارات الدولية إن كان الخمسة تسعة وخمسين أو السبعة سفر واحد أو غيره من القرارات الأخرى طيب هذي عنوين يعني إذا ما تم التفاهم وهذا إذا كنا سلمنا كلنا أنه بدنا نعمل هالتفاهم السياسي قبل رئاسة الجمهورية وهذا أمر كمان مش سهد لأنه نحن بين إدارة الأزمة يعني منكون عم نروح باتجاه وبين تفاهم سياسي عام على العنوين الكبير اللي حتري لننجز الاستحقاق كمان أمر مختلف مختلف تماما ومن الصعوبة بما كان أنه ننجز هكذا اتفاق سياسي بعتقد قبل انتخاب الرئيس ما لنا مسألة عادية ولا هي مسألة مسألة سهلة فمن هون لتتأمن هذه السيبي إذا صح التعبير هذا أمر يحتاج إلى أقله تفاهم بين هذه القوة وبين المرشح إذا عم نقول الجنرال ميشيل عون وبيضل عندك عقبة كمان بدي أفترض سلفا أنه هذا التوافق تأمن بين هذه القوة نعم أو الاتفاق السياسي اللي احتالي ما أقول توافق طيب هل من الممكن كمان تجاوز شرائح أساسية موجودة سواء يعني بـ 14 أدار أو مستقلين أو غيرهم يعني على الساحة المسيحية نفسها طيب إذا كنا نحن عم نقول يعني نحن عم نطالب كطرف سياسي أنه هذا موقع مروني هذا موقع مسيحي يعني عم بيأمن تفاهم مع ثلاثة أو أربع أطراف إسلامية إذا عم نحكي بالمعادلة الطائفية ومش مأمن تفاهم مع يعني شريكه الأساسي على الساحة المسيحية بس هذا المسيح الأخر يعني متفقين ببكركي هنه متفقين بين بعضهم يعني إذا وصل واحد منهم يعني بيدعموه يعني ما في مشكلة أبو قالوا قالوا إن إحنا ما رح نساعد إنه يوصل يعني مبارح سلامان فرنجية حتى يؤكد ذلك إنه يرجع بيكرر وبيقول إنه أنا ما بأمن نسابته يوصل سمير جعجع بس إذا وصل سمير جعجع أنا بدعمه كرئيس جمهورية نفس الشيء يمكن الدكتور جعجع أيضا إذا وصل إما دعمه بيدعمه كرئيس جمهورية بس هو ما بيساعد إنه يأمن وصوله أنا عم ناقش المنطق إذا نحنا عم نحكي عن منطق توافقي هذا التوافق إله شروطه وإله معاييره يعني ما فيني يقول أنا اليوم أنا مرشح توافقي وروح أمن أصواتي يعني بتحالف مع قوة 2-3 ما هيها موطة نحكي عن التوافق توافق بين مين ومين يبقى أنا أحدد التوافق بين مين بده يشمل إذا عم بحكي توافق أنا عم بقول أك أوسع تفاهم سياسي ممكن هذا التوافق يعني ما فيني يقول أنا والله اليوم عملت هيكي يعني أكتر من حزب الله والمستقبل والتي الوطني الحر ونحن وإذا نضم إلن الاشتراكي صحيح صحيح بس أنا كمان المنطق اللي عم بيطرح هو المرشح نفسه يعني هل ممكن مرشح يقول أنا مرشح وفائي أو أنا مرشح توافقي وبالتالي يتجاوز شرائح يعني سياسية بالساحة اللي هو عم بيقول أنا معني فيها وأنا مرشح لمثلة وأنا يعني بيهمني قوة هذه الشريحة بالسلطة هو يمثل أكبر كتلة فيها يعني أكبر هو القوة الكبرى يعني هون كمان البعض عم بيطرح أسئلة أنه وحتى يمكن في تحليل خلينا أقول لباطنية أو بواطن ما يسكن أنا أعبو لي جملاب منها واجز إذا وصل العمان نعون أنه يحصل التوافق عسيبة من السلسية يعني طائفية سلسية سنة شيعة مسيحية يعني وبيبقوا بعض يعني الأقليات مثل الدروز والمسيحيين الآخرين أنه بيجعوا يعني بيمشوا بركب هذه بأعتقد هذا اليوم سمي مثلا الأستاذ سلاميت الدين بالسفير الاتفاق السلسي بس هذا يعني بأعتقد إذا في تفكير بهذا الاتجاه إذا في تفكير عند البعض بهذا الاتجاه أنه نحن يعني بنعمل في أكثرية يعني طائفية معينة بتقدر تتفق مع بعضها وبالتالي الأقليات عليهم أن يلحقوا مش أول مرة بتصير بس بأعتقد هذا أمر في مغامرة بالسياسة في مغامرة بالسياسة شو المغامرة المغامرة بالسياسة المغامرة بالسياسة أنه التجربة علمتنا كلنا سوا أنه هذا البلد لا في أقلي ولا في أكتري في مكونات هذه المكونات السياسية والطائفية وجودها ثابت وجودها ثابت يعني مهما تغيرت المعادلات السياسية والمعطيات السياسية وجودها ثابت وموقع كموقع يعني اللي نحن من مسلو كزعامي ققيادة كحزب لا يمكن تجاوزه ولا بأي تسوي وهذا أمر بس بيتعوض عليه بكرة بالسلطة اللي بيتركب هذا كمان خاضع هون خاضع للتفاهم هذا من دون تفاهم مع هذه المكونات كلها سوا نحن نروح على مشكلة وما بعتقد أنا إذا فيه اتجاه لتوافق لتسوي من مصلحة حدا أن يتجاوز موقع من هذه المواقع تب أديس اليوم فيه اتصالات للوصول إلى تفاهمات معينة وكأنه عم نحس أنه أنا بولي جملات خارج إطار هذه الاتصالات يمكن مبعث ذهبوا إلى بريس لقاء الأمير سعود الفيصل ماذا أراد من خلال هذه الزيارة ولماذا لم يلتق الرئيس سعد الحريري مثلا حتى كمين يشوف شو عم بيعملوا طياري مستوى قليني بموضوع الزيارة نحن إذا فيه شيء يعني حصل ويجب أن يعلن يعلن عنه بشكل رسمي لأنه الزيارة كان إلى طابع طابع خاص إلى حد إلى حد بعيد هذا الأمر يعلن عنه لكن هذه الزيارة كان إلى طابعة الخاص للصرف المسألة يعني مش دقيق الكلام أنه نحن خارج الاتصالات يعني ما بعتقد لأنه يعني من بداية من أول جلسة من أول جلسة بعتقد كانت محور الاتصالات واللقاءات يعني انطلقت من انطلقت مع الرئيس وليد جونبلات لأنه برجع بقولك هذا البلد تركيبته يجب الكل أن يدركه في كل الاستحقاقات يعني ما حدا يغامر بهذا الأمر وقت اللي بيشعر أنه هو وكتير ارتكبوا هذه الأخطاء يعني بتجربنا السياسية اكتير ارتكبوا هذه الأخطاء وقت اللي باستحقاقات معينة يشعرون بأنه هن حققوا يعني إما مكسب ما إما انتصار ما أو يعني حيثية ما انتخابية أو غيرها يعني بينسوا تركيبة هذا البلد التوزيع السياسي فيه التوزيع الطائفي فيه وبالتالي يعني عدم القدرة على تجاوز هذه المكونات في هذه الاستحقاقات الأساسية الأساسية الكبرى نحن عن شو عم نبحث عم نبحث عن إنجاز استحقاق رئاسي وبالتالي عن استقرار للمرحلة المقبلة والله عم نبحث عن إنجاز استحقاق رئاسي كيف ما كان ونتائج يعني التي تلي هذا الاستحقاق ما حدا عم بفكر فيه يعني تفسير اللابسوس اللي حصل ببريح هو يعني كان باتجاهين أو أنه أو أنه النائب والي الجملات أراد أن يقول أنه ما بيصير أي تفاهم وما بيمرق أي مرشح إذا ما نحن كمان موافقين وبالتالي ما بدنا يجي إذا أنتو إذا أنتو يا تار المستقبل عم تعملوا ديل معين أو عم بيقول لتا يا المستقبل إنه كمان إذا أنتو بيكون تعملوا هالديل نحن قابلكون يعني نحن ما حدا يجي ونحن بنمشي قابلكون ما تتشاطروا علينا يعني فينا ما علي عم نبسط الأمور شوي خليني أقول بشكل صريح وواضح وبكلام سياسي يعني لحتالي ما أرجع أكرر أي محاولة عم بقول أي محاولة لتجاوز الموقع اللي اللي نحن من مثله باعتقد مستحيل تنجح مستحيل تنجح ولا فيها مصلحة لأي طرف سياسي بالأساس ما فيها مصلحة ما فيها مصلحة لأي طرف سياسي لا عم بحكي بالمعادلة أنا عم بحكي بمعادلة هذا البلد وبتركيبته مش عم بحكي أنا بعلاقات سياسية ولا بتحالفات هلأ ولا بشي حتى لو يعني في أطراف ما كانت راضي عن الدور اللي نحنا عم نلعبه حتى لو كان في أطراف ما راضي عن هذا الموقع اللي كنا عم نلعبه بهال 3-4 سنين ولكن الواقعية الموضوعية مصلحة البلد استغرار البلد بتقطضي وهذا كنا نحنا أصلا عم ندعي له من زمان بتقطضي التفاهم بتقطضي النقاش بتقطضي الوصول إلى خلاصات مشتركة فيما بيننا كلنا كلنا سوا وأنا بعتقد يعني وقت اللي الأمور بتبلش تنضج ما بتصور يعني أو على الأقل ما بريش تكون متفائل هالقاد يعني ما بعتقد في قوة سياسية أساسية بالبلد ممكن تاخد قرار أنه والله تجاوز موقع يعني موقع نحنا من مثله هذا الموقع اللي بيمثله رئيس ولي جمبلات بالبلد بعتقد يعني بيكون في عدم عدم نضوج بالتفكير السياسي عند أي طرف أو أي قول بهذا الشكل شو سبب هال بعضة فينا نسميه توتر بينكم وبين طيار المستقبل واللي عبر عنه موقف دوتر رئيس فريد مكيري مثلا مؤخرا يعني ما بدي أرجع لهذا لهذا التفصيل مع أنه عدد من التوضيحات صدر أتيت بشكل يعني تحمل الرئيس مكيري ثقل ما حكيه ثقل ما قاله يعني لكن ما في شك أنه نحنا نعرف تماما سواء كان بـ 14 أو بـ 8 أدار هذا الدور هذا الموقع اللي نحنا اللعبناه بالفترة الماضية على مدى 3-4 سنين كان فيه انزعاج عند الطرفين منه يعني معهد الأمر نحنا لمسينه تماما يعني منه شي غريب عنه ولم نتفاجأ فيه وقت للبعض بعبر عن هذا الانزعاج وعن هذا الضيق لأنه برأينا هذا الموقع يعني تجاوز مسألة التوصيف اللي البعض كان بيحطه بيرجع كفي أو بيضة قبام من هون أو غير ولأ نحنا كان عنا مقاربتنا للوضع السياسي ككل وشفنا بهذا الدور وبهذا الموقع أقلهم نقدر نخفف من توتر ما من تشنج ما منقدر نأخر انفجار ما كان قادم على البلد نتيجة توتر مذهبي طائفي طائفي موجود فمنشوف بهذا الدور دور وطني يتجاوز يعني اللي بيرغب فيه البعض بأربعة عشر أو اللي بيرغب فيه البعض بتمانية أدار أنه نرجح كفته بهذا الاستحقاق أو بغيره وبهذا الملف أو بغيره فمن هون نحنا يعني هذا الضيق هذا الانزعاج تماما لمسينه ولكن يعني بكل الظروف بكل الظروف هذه الأدوار تتبدل تتغير يعني ما في دور بيبقى ثابت لأي طرف سياسي ولكن نحن ثابتين وموجودين عم نتعاطى بمرونة بانفتاح مع الكل حتى اللي اختلفنا نحن وياهم بملفات أساسية وكبيرة كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي أبقينا قنوات التواصل قائمة وحتى مع طيار المستقبل رغم كل ما يعني يثار من هنا أو من هناك أو اختلاف ووجهات النظر يعني القنوات إلى حد لبأس فيه موجودة كلمك يعني عم بيأكد أنه مش كتير مش كتير ماشي لأمور لا في يعني عدد من الأمور مش من اليوم يعني من حكومة الرئيس ميقاتي إلى هذه اللحظة في عنوين أساسية صار في اختلاف ووجهات النظر فيها صار في افتراق بعنوين سياسية أساسية منة منة قليلة ولكن لم نقطع حبل الود كما يقال في كل هذه في كل هذه المرحلة ومن ضمن التواصل والمشاورات والنقاش في الاستحقاق الرئاسي اليوم نقاش كل المقربات كل الاحتمالات كل الأمور اللي مطروحة يعني أيضا هذا التواصل لم ينقطع مع تيار المستقبل نعم اذا يعني بمشوار بريز ما كان فيه له هدف سياسي يعني عم تقول يعني كان تيارة خاصة لكن عم بقولك ما منع انه حصل لقاء مع الأمير سعود الفيصل مثلا وطالما يعني موجودين ببريز كان فيه مجال يعني يعني يعمل اتصال بسيط مثلا يعني نحن بمرحلة مفصلية لما نحن عم نقول انه الزيارة كان الى طباعة الخاص يعني ما كانت زيارة للقاءات يعني سياسية يعني بس عم بقول مرحلة تبقى طدي يمكن ذلك يعني يعني يمكن ظروف الزيارة لا تسمح بانه يعقد يعقد لقاءات وبعدين وقت اللي بده يصير لقاء يعني 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 ثلاث ساعات على بريس او ثلاث ساعات على لبنان لم يرشح شيء عن مضمون اللقاء مع الامير سعود الفيصل يعني خليني اكتفي بما قلته بخصوص الزيارة ككل انه زيارة كان لها طبعا يعني الى طابع خاص اذا حصل اي لقاء يعني لانه الاعلام يبتعرف دايما يعني اليوم الاعلام كمان يعني كل جريد بالنهار انه الفيصل عمد في لقاءاته على تحييد المملكة عن اتخاذ موقف من الاستحقاق دعيا لبنانيين الى الاتفاق فيما بينهم بصحف اخرى مثل 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 اخبار يمكن السفير السفير انه لم يتبنى السفير ايه انه لا يتبنى صح لا يتبنى عون يعني وهيدا موقف قد يكون شخصي ولا يعبر عن موقف رسمي يعني هذا تساؤل حطته السفير هل هو موقف شخصي او موقف المملكة انما يعني لا بس كمال اخبار حطت انه هذا الموضوع ايه لكن في يعني نحن نقلا عن مصادر نبيبي كنت مستقبل للاخبار الفيصل عبر بدوره عن رفض مطلق لكنه رأي شخصي لا يعبر عن موقف الرسمي للعاهد السعود يعني انا بين جريدي واخرى والاعلام اللبناني مثل ما انه بالبداية شاطر يعني الباس كل موقف ما مشان هيك عم بسألك شو قال لكم شو قالوا لنيب ولي شملات برجع بقول اذا فيه اي لقاء حصل بين رئيس الحزب واي شخصية بالداخل او بالخارج يعلن يعلن عنه بشكل بشكل رسمي مشان هيك هذه الزيارة كان الى طبعه الخاص ليس كل ما يقال في الاعلام دقيق خلينا نتوقف مع اول فصل علاني ونرجع نتابع ونتابع نهاركم سعيد يعني استذافر نزمن جلسة الخميس الآن بكرة في جلسة دعا إلى الرئيس بري يعني في موضوع رسالي اللي وجهها الرئيس ميشيل سليمان الى المجلس النييبي اللي حثوا على انتخاب الرئيس قبل قضاء المهلئة التستورية الخميس بس جلسة موعد جلسة الانتخاب ايضا ايضا شو رح يصير رح تكون مثل سابقاتها يعني بتتتأمن النصاب يعني ارجع هيك لعنو بعض عب يقول ممكن يتأمن النصاب بس ما يصير في انتخاب في اشكالية عند بعض الاطراف تحديدا ثمانية ادار بعض موقف بكركة الحاسم باتجاه بموضوع النصاب يعني معتبرين يمكن البعض ما اعتبر انه اذا نزل اخر جلسة اما النصاب التلتين بيبرى دمته انه مش هو سبب التعطيل ولا هو سبب الفراغ بالمرحلة بعد 25 الشهر ممكن ممكن يحصل يعني بس بعد ما في شي واضح لحد هلا لانه حتى في كلام انه الجنرال عون كمان طلب النواب ويحضر وما يعطل نصاب التلتين على الخوف من تأمين النصاب اليوم بصحيفة اخبار المصادر في 8 ادار تقول لا نصاب خشية تمرير صفقة بين المستقبل وزنبلة شو الضماني شو الضماني انه 65 ما يروحوا لأستاذ هنري كله خايفين هنري حلو حتى جلسي من هذا النوع اذا بدوا يتأمن فيها التلتين بدأتها فيهم يعني مظبوط الطرفين بدوا يكون عندهم ضماني انه نحن يعني 8 ادار بتخاف ما نحن نصوت يمكن للدكتور جعجع و14 بتخاف ما نحن نصوت للجنرال او حدا تاني غير الدكتور جعجع او انه نوع من هذه ما بعتقد انا الخوف مبرر لانه نحن ثبتين على مرشحنا حتى يعني الا اذا يعني 14 ادار اجت قالت نحن منمشي بالاستاذ هنري حلو ساعتها يمكن مبرر خوف خوف 8 ولا تراجع عن انري حلو مهما كان يعني بركة هلأ لانه عم ينحك انه بركة اذا بعد اللي صار يتم استبعاد كل من العماد عون والدكتور جعجع وينبحث عن يعني خيار اخر او مرشح صفتيني مثل بسياسي ما فينا نقول انه ممكن ساعتها انتو تتخلوا عن ترشح السيزة انري حلو نحن نحن الشيء الثابت والاكيد حتى اللحظة وبالمرحلة اللي جاي انه هذا ترشيح ثابتين عليه ومستمرين فيه بالسياسي شو ممكن يحصل يعني هذا سؤال افتراضي لانه المعطيات كمان مش كلها فينا نضمنها من هلأ كيف بدأت تكون بعد جمعة وبعد عشر تيام وبعد خمسة عشر يوم بالاستحاء الرئاسي بعتقد هذا مرتبط بتوجه من هذا النوع اللي علاقة بالتخلي يعني السيزة انري حلو او اتخاذ خيارات اخرى هذا مرتبط بالمعطيات من مرحلة اللي جاي يعني كمان الاطراف التانية شو بد يكون توجهها الترشيحات كيف بد تكون هل الاطراف ضل متمسكة بمرشحين ولا لا هل في خيارات بديلة يعني كله افتراضيا من الصعب انه نقول نحن انه يعني بنحط احتمالات اذا صار هيك بنعمل هيك اذا صار هيك بنعمل هيك ولكن الشيء الاساسي والثابت نعم الاستاذ هونري حلو مرشح ثابت للقاء الديمقراطي مستمرين بهذا الترشيح اليوم بعد الظهر في اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطي بمنزل الاستاذ هونري حلو بعد الظهر للتأكيد على الاستمرار يعني اللقاء الديمقراطي واللي يعني يأتي من خلاله هذا الترشيح وهذا هذا امر يعني حتى اللحظة مستمرين فيه طب ليش قوة ماني عدار مثلا ما بتمشي معكم لدعم المرشح هونري حلو طالما هي بعد مش مسمية على بتقول انه مرشحة العماد عمص مش مسمية حدا يعني في يعني عم تعملوا تسويق لمرشح حتما حتما يعني حتى نحن باللقاءات اللي حصلت مع الاطراف المعنية بتماني و باربعة عشر الاطراف المرونية تحديدا يعني كان قبل ما يعلن هذا الترشيح كان في وضوح تام معه نحن هذا مرشحنا و يعني نتمنى انه الامور تروح باتجاهه وتصب لمصلحته نعم وقتا رشحته يعني طبعا مع احترامنا للاستاذ أنري يعني بس ولكن يعني نفهم الموقف نفهم الترشيح حينو انتو يعني خلالو ضهرتو حالكم من من هال ضغط اللي ممكن يعني يحصل ليكوا انو نحن عنا مرشحنا ما حدا يقلنا شي تاني بعد يقلنا مشو معاون ومشو معا جانجان نحن عنا مرشحنا يعني كان مخرج لو كانت المسألة لالكن حتى ما تنحرجوا تجي تجي القوى يعني اولا ما في شي ما في شي يحرجنا يعني فينا نحن نقول لو ما عنا مرشح فينا نقول نحن ما بنا نعطي للا 8 وللا 14 يعني من هالقد مستحيلي يعني ما في شي لا يحرجنا ولا يحطنا بالزاوية بهذا بهالإطار المسألة اللي لا ابعد من هاي كانت بكتير المسألة اللي بتعبر عن موقف سياسي بشكل جدا واضح بشكل جدا واضح انه اولا هذا الاستحقاق اللي نحن عم ننطلق منه مقاربتنا لقلو مقاربة التفاهم بالبلد عم نقول هذا مرشح ينطلق من هذا العنوان من هذا العنوان اطلاق منه مسألة احراج وهروب لا هناك عنوان سياسي واضح لهذا الترشيح وهناك موقع سياسي واضح انطلق منه هذا الترشيح سواء بتنوعه او بوسطيته او باعتداله واللي خير من يعبر يعني عن هذه العنوان هو الاستاذ هون ريحلو بيعني انتمائه لبيته لموقعه بسهو ينتمي الى الكتلة معينة يرأسها النابوليد جنبلاط اللي البعض كمان بيشوف انه لا يمكن الركون الى ثبات الموقف عنده وبالتالي كيفا يعني يعني كيفا هيك نطمئن الى رئيس يعني هو ينبثق من هذا هذا الجو يعني ما بعتقد انا اذا كتب يعني مثل ما بيقولوا الامر واتى الاستاذ هون ريحلو يعني رئيسا للجمهورية في لبنان يعني هذا يعني القراءة لكيف بيكون موقع رئيس الجمهورية بعتقد بعيد عن الواقع يعني بعيد عن الواقع تماما يعني موقعنا نحن صحيح نحن مسؤولين عنه احيانا التبدل في الموقف او تغيير في الموقف نتيجة معطيات معينة يعني مش هذا مش هذا بيكون يعني ينسحب على رئاسة الجمهورية اذا الاستاذ هون ريحلو وصل الى هذا الموقع لانه صحيحة بينطلق من موقع سياسي معين من كتلي يعني يعني يرأسه الاستاذ وليد جون بلاط انما استاذ هون ريحلو اذا اصبح رئيسا للجمهورية ورئيس جمهورية كل اللبنانيين وبالتالي علاقتنا بموقع رئاسي اي بس شو برنامجه شو برنامجه شو ثوابته فينا نحددها يعني الثوابت هلأ بحكي بهذا الامر الوطني ولكن علاقتنا قطرف سياسي استراتيجي بيكون علاقة قطرف سياسي وقموقع سياسي بالبلد مع رئاسة الجمهورية مش مع عضو قتلة اللقاء الديمقراطي يعني هذا بعتقد فيها فيها شوي من تبسيط الامور إلى درجة كبيرة كبيرة جدا الثوابت السياسية بعتقد عبر عنا الاستاذ هنري نفسه بأكتر من عنوان أولا هناك دستور بهذا البلد هي ثابتة أساسية منطلق منها اتفاق الطائف الدستور اللي هو ترجم لهذا الاتفاق وسطيته واعتداله مش بس لأنه هو باللقاء الديمقراطي وسطيته واعتداله لأنه هو ابن بايت سياسي يتمتع بهذه الميزات وبهذه المواصفات لبنانيته وإيمانه بلبنان المتنوع إيمانه بلبنان الموحد إيمانه بلبنان السيادي والاستقلال بس هؤل مش مختلفين عليهم المختلفين عليه بأكتر من موقع بأكتر من مكان المختلفين عليه يتعلق بأمور أصبحت واضحة عن موضوع الوسطية وحياد لبنان خاصة بموضوع الأزمة بموضوع السلاح أيضا يعني حزب الله عم بيحط يرجع أنه لن نقبل برئيس يفرط هو عم بيرد على الرئيس مشاهل سليمان ولكن عم بيرجع يقول أنه شو السقف اللي ممكن يقبله تحته وصول أي رئيس جمهورية هذا بيردنا على السؤال الأساسي اللي حكينا فيه ببداية الحلقة بدنا تفاهم سياسي على هذه العنوين قبل الرئاسي أم رئاسي تتعامل مع هذه العنوين بالمرحل اللي جاي التفاهم السياسي على هذه العنوين أنا برأيه صعب في ظل الجو العام الإقليمي مستحيل مش صعب يعني إذا نحن عم نحكي بـ 25 أيار بعد 5 يام تنتهي الولاية وحتى بعد 25 أيار إذا بنا نظل نحاول ننجز الاستحقاق يعني إذا بنا نقول هذه العنوين بنتفق عليها بعتقد منكون عم ناخد البلد على فراغ طويل الأمد لأنه هذه العنوين يستحيل 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 الاتفاق عليها من دون جو إقليمي معين تحديدا موضوع السلاح تحديدا موضوع وجود حزب الله بسوريا ومشاركته بالحرب بسوريا يعني هذه العنوين مش مرتبطة بإيدنا كلبنانيين هذه تحتاج إلى قرارات إقليمية معروف من مصدر ومعروف بين مين ومين ممكن ممكن أن تحصل فمن شان هيك الاتفاق على رئيس قد يشكل قاسم مشترك بين هذه المكونات اللبنانية وبالتالي إعطاء أمل للمرحلة اللي جاي وباقي الأمور لا يمكن أن تعالج إلا بالحوار ما تبع عنوينك بدي أنت إلا أخذ اتصال مع أنا في كتة المستقبل دكتور أحمد فتفت نهارك سعيد دكتور فتفت صباح الخير صباح النور صباح خير دكتور فتفت يوم أكيد شفت الأجواء الأعلمية كلها كلها مشغولة بموضوع يعني اللي صار بين الرئيس سعد الحريري ودكتور جعج عبير كان فيه اجتماع للكتلة أكيد الرئيس فؤاد السانيورة أطلع يعني أطلع على أجواء هذه اللقاءات وكان فيه بيان يعني شوي يعني شوي هكي يعني أنه اللقاء بريز انتهى للتأكيد أنا مرشح المستقبل هو حتى اللحظة دكتور جعجع وهو الوشح الوحيد ولا حد سوى وبنفس الوقت يعني فيه هم هو تفادي الفراغ ونتيجة تمسك بدكتور جعجع يعني سيوصل إلى الفراغ كما يبدو لأنه محدا لأنه كان واضح أنه دكتور جعجع أعلن مسبقا أنه هو مستعد أنه ينسحب لأي مرشح بيقدر يمشي ببرنامج 14 دار وبيقدر ياخد أصوات بس مبارح بالمتمر الصحفي هو قال أنه لا يرى العماد عن توافقيا عم بالتأكيد وحتى بالرئيس الممكن يكون توافق يعني شايف فيه صعوبة لأنه بده تفهم مع الفريق الآخر وفيه ناس بدأت تعديل دستور كأنه أوحى أنه كمان فيه صعوبة للوصول إلى هذا النوع له لو ما فيه صعوبة ما وصلنا لهون بالتأكيد الموضوع فيه صعوبة بس الجهود مستمرة بكل لحظة وما فيه فيتو من قبل طيار المستقبل على حدا ولكن فيه إصدار أنه يكون إذا فيه مرشح توافق يكون فعلا توافقي مع الجميع وإنما نحن اليوم ملتزمين وحنستمر ملتزمين بالقرار بيأخذوا كل كوة 14 دار وكوة 14 دار ما زالت ملتزمة حتى هذه اللحظة بالدكتور سامير جعجي لأنه تبين أنه كل الكلام عن أنه فيه أطراف مستعدة تدعم حدا تاني من كوة 14 دار كانت مجرد مناورات وسمعنا بعد جولة الرئيس الجميل الكلام اللي قالوا الوزير الفرنجية أنه جميع جات منه مستعد ينتخب حدا من 14 دار فإذا المشكلة منها مشكلة تحدي أو اسمها بسامير جعجي مشكلة بالنظرة السياسية للواقع طب حتى منبين يعني يعني بعض بعض فيه إمكانية حتى للبحث بموضوع العمادعون كمرشح توافقي أو نحن نتفهم عليه على حدا ولكن مثل ما قلنا بالسابق أنه المرشح التوافقي بدي يكون توافقي مع الكل ما بدي يكون توافقي مع فريق بس نعم والكلام اللي اللي نقال بالسابق ما زال ماشي أنه التوافق يجب أن يشمل كل أفريقاء بداية أفريقاء المسيحيين بقوة 14 بس هل يعني فينا يعني مفهمنا يعني مضبوط لأنه حصل التباس برحمة اللي قاله الدكتور جعجع هل الرئيس سعد الحريري طرح العمادعون كمرشح توافقي أو قاله أنه العمادعون طرح نفسه كمرشح توافقي يعني هذا الموضوع المستقبل موضحه كلام الدكتور جعجع المسجل واضح أنه الرئيس الحريري قاله الجنرال عون يعتبر نفسه مرشح توافقي وعم يطرح نفسه كمرشح توافقي فجاوبوا الدكتور سامير أنه لا هذا منه مرشح توافقي أنه توافق ما بيصير بآخر لحظات وآخر أسابيع هذا بده مسار وبده مواقف سياسية ونهج سياسي معين والتخلي تحديدا حكي حكي بموضوع ورقة التفاهم والالتزامات لأخذ الجنرال فبالتالي بارح أنه الفريق الآخر يعلن أنه عنده مرشح يعني معقولة أنه قبل الانتخابات بأربع تيام لحديث هلأ قبل نهاية المهلي مش الانتخابات حتى فريق 8 أدار مش عم يعلن أنه عنده مرشح ففي مشكلة كبيرة طب بس أنه بعد هالكلام المبارح اللي صدر هل يعني كمان أدرك الرئيس سعد الحرير وده المستقبل أنه صار في صعوبة بإمكانية تفاهم حول العماد عون عساس أنه القوى المسيحية لتدعمه أيضا وبالتالي هل سيبلغ العماد عون ذلك بوضوح وعلن يعني بعتقد الجنرال عون هو عنده الفكرة واضحة جدا عنده الفكرة واضحة جدا أنه التوافق هو التوافق مع كل الأفريقاء السياسيين وأنه تيار المستقبل ما بيسمح لحاله ولا بيرضي يحضر فيته على حدا وأبدا ونحن مستعدين نقبل بأي مرشح توافقي يلقى فعلا أو يلتقي تحت عنوان التوافق معه كل الأطراف وتحديد المسيحية طب يعني هلأ إذا الخميس نزلين تحتى تنتخب الدكتور جعجع إذا تأمن نسا طبيعي من هلأ للخميس ما صار في تغيير جزري أكيد ومن بعد الخميس يعني إذا ما حصل هذا الأمر يعني هلأ وين نحن بأي مرحلة من الاتصالات وشو عم ينطرح لا الاتصالات كثيفة جدا وعم ينطرح نحن يعني نحن مدركين تماما أنه مثل ما نحن ماشيين هلأ بالمرشحين بالطريقة لأنه ما في مرشح مقابل الدكتور سامير جعجع وفي تعطيل حيصير يأما بالورقة البضاء يأما بالغياد فبالنهي ما حيصير في انتخاب ما زال العمل باشي على إمكانية البعض البعض طرح بالإعلام موضوع تعديل دستوري وتمديد وإذا ما كل هالأمور ما مشت بالنهاية فيه شغور بده يتنظم وهذا شي مؤسف جدا أنه نوصل لمرحلة شغور بالبلاد لأنه أخشى بعد الشغور أنه يصير في فراغ إذا كان في ردات فعل من بعض الأطراف وجرى تسييس مثل ما قال رئيس سلام الشغور أنه يتحول الشغور إلى فراغ ونصفي بأزمة كتير كبيرة يعني فيها قلت يا المستقبل بعده يعني فتح المجال لكل الخيارات حتى منها أي أي مرشح توفقي خارج 14 دار وحتى منها التمديد بصار وبعتقد يعني ورد عم نقول بكلام كتير واضح أنه أي خيار بوافق لمسهد 14 دار نحن نمشي فيه نعم 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 بشكرك دكتور فتفت على هذه المداخلة شكرا لك يعني بعدنا بعدنا ما عم نبرو محلنا بعدنا محلنا ما في شي ناضج واضح يعني ما في شي ناضج ومش نبين ما رح ينضج على 25 ما رح ينضج يعني ما في مراهنة عن ربع الساعة الأخير مثل ما الكل بيقول ما بعتقد لأنه لو في شي بهذا الجو كان بيّن كان بيّن يعني مش صحيح أنا مش مع نظرية أنه آخر بالربع الساعة الأخيرة ممكن ممكن ننتخي برئيس لأنه الأمور تحتاج هذا التفاهم اللي عم نحكي عنه يحتاج إلى أنضاج قبل بوقت من الانتخابات يعني ما فينا نقول أنه هذا التفاهم السياسي اللي ممكن يأتي برئيس يعني ممكن يحصل نهار الجمعة عشية والسبت نروح ننتخي يعني ما رح نعلم الانتخابات قبل ما نحرق أصبيا أنا تما بيقوله يعني لأنه كل عب يحذر يعني حتى مبيرات سفي الأمريكي من ثمن الفراغ ثمن الفراغ صحيح هلأ بالأهوني بين الفراغ والشغور يعني دستوريا ما في فراغ في فراغ بالسياسي بمعنى أنه عدا موجود رئيس يعني يعني الكثير ولكن اي هناك ثمن كبير بدنا نعرف كيف ندير هذه المرحلة بأقل الخسائر وهي مسؤولية كل الأطراف السياسية منيحة اللي في حكومة إذا ما رحنا على رئيس منيحة اللي في حكومة موجودة قادرة بالحد الأدنى تدير الأمور تدير الأمور يعني فيما يتعلق عم بيحكي بالناس عم بيحكي بالشعب اللبناني بدنا نشوف قديش قادرة تدير الأمور كيف رح تتصور رح تتصرف القوى السياسية بعد حصول الشغور في موقع الرئيسي يعني قديش رح تسهل فعلا بهذه الحكومة أن تدير الأمور قديش رح تسهل أن يستكمل المجلس عمله التشريعي لأنه في اتجاهات يبدو إلى عرقلت يعني هل بيكفي المناخ اللي أنتج الحكومة أو لا يعني إذا المناخ اللي أنتج الحكومة وتحديدا بين الطرفين الأساسيين حزب الله وطيار المستقبل إذا كمل بالشكل اللي هو موجود فيه الآن ممكن إدارة المرحلة المقبلة بعد الشغور في الرئاسة بحد أدنى من التفاهم والاستقرار والهدوء ولكن إذا الأمور راحت لجو مختلف إذا رجعنا لجو التباعد إذا رجعنا لجو اللي عم ينحكى عنه إقليميا بين السعودية وإيران رجعت الأمور هذا دو دو وقت كتير بعد تحت لا أقول إذا رجع التوتر حصل على المستوى الإقليمي من عكس حال ترابلس اللي صار بيره ترابلس مبعرف مبعرف إذا كان رسالة أو هو حادث فعلا بدنا نرائب كل هذه معزول عن خلفيته السياسية قبل ما تابع أنا وياك بدأي اخذ اتصال من زميل مارون نصيف اللي عم يتابع زيارة الرئيس الحكومة تمام سلام إلى السعودية ومعنا مباشرة عن الخط صباح الخير هارك سعيد مارون نهارك سعيد دولي لا إليك ولا ضيفك ولا المشاهدين شكرا مارون شفيك تخبرنا عن هذه الزيارة حتى الآن نعم دولي هي زيارة قصيرة تنتهي هذه الزيارة مساء اليوم خلال جدول لقاءات الرئيس سلام لهذا اليوم سيلتقي عند الساعة الثانية عشر ونصف ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز لن يكون هناك لقاء بين الرئيس تمام سلام والملك السعودي المتواجد خارج البلاد وكذلك لن يكون هناك لقاء بينه ووزير الخارجية السعودية وسعود الفيصل لأنه خارج المملكة العربية السعودية أيضا يحتتم الرئيس سلام عند الساعة الخامسة من عصر اليوم زيارته إلى السعودية بمؤتمر صحافي يجريه في مقر إقامته في فندق قصر الضيافة في جدة لابد من التطرق خلال ما حصل منتصف ليل أمس العشاء الذي جمع الرئيس تمام سلام والوفد المرافق مع الرئيس سعد الحرير دارته في جدة كانت هناك خلوة بين الرئيس سلام والرئيس الحريري دامت أكثر من ساعة ونصف بعد تناول طعام العشاء بعدها بعد هذه الخلوة اجتمع الرئيس الحريري مع الوزراء المشاركين كل على حدة وعلى رغم مغازلة الحريري التيار الوطني الحر والعماد ميشيل عون والوزير ليس بو صعب الذي سأله حورة وصوله عن الجنرال لم يلبس أحد ضيوف رئيس طيار المستقبل تبني لترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية كما أن ضيوف الحريري لم يلمسوا أن النصاب سيتأمن وأن عملية انتخاب الرئيس ستجري قبل نهاية المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وقبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إذن الاستحقاق الرئاسي يخيم على هذه الزيارة على رغم أن الرئيس تمام سلام أعلن أنه لم يأتي إلى السعودية للحديث عن الاستحقاق الرئاسي ولكن خلال الدردشات وخلال الجلسات الجميع يتحدث عن هذا الاستحقاق ولا يمكن لأحد من المشاركين إلا أن يتحدث عن هذا الاستحقاق يعني حتمية الشهور كان هي نتائج هذه اللقاءات نعم الجميع الجميع في هذه الزيارة يتخوف من الشهور وخصوصا ما يحذر منه الرئيس تمام سلام دائما ومن الخطر الأمني كان خائفا ومتخوفا جدا بالأمس الرئيس سلام عندما كان ترده الأخبار من بيروت عن ما يحصل في برج حمود وعن ما يحصل في طرابلس وعن الاعتذاء الذي تعرض له الجيش اللبناني كل هذه الأحداث الأمنية وكل المزايدات التي سماها الرئيس تمام سلام المزايدات المسيحية المسيحية لعدم التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية ولكل هذه الأمور قد تؤثر سلبا على الحكومة كذلك يتخوف من مقاطعة البعض للحكومة كل هذه الأمور تندرج ضمن هذا الإطار إطار التخوف من الفراغ والشهور الذي قد يضرب لبنان عند انتهاء مهلة ولاية رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بعد أيام قليلة ومغادرته القصر الجمهوري نعم شكرا لك كمارون يعطيك العافية رح نتقف مع فاصل علنة تاني ونرجع نتابع خصوصا أنه ما فينا نرنم مع حرير حسا حصل شغور يعني بيقول النائب والدجولاد أنه في حكومة بتتسلم الصواحية وإلى خريب حتى اليوم رئيس الجمهورية رئيس نفسه بحديث للسفير بيدردش يعني مع السفير بيقول أنه يعني مش كتير بسهولة يعني الحكومة تتسلم صلاحيات الرئيس الرئيس بياخد قرار لوحده في محلات ما الحكومة بدت موفقة كل المساعدة بس خلينا نقش الموضوع بعد ما نتوقف مع آخر فاصل أعلاني ونتابع نهاركم سعيد مع أستاذ زافر ناصر أستاذ زافر بنسبة يعني كنا عم نحكي عن موضوع الخوف أو التخوف من الفراغ من الفراغ يعني رئيس جمهورية يعني لا يرى أنه في أول شيء في مشكلة تتعلق بالميثاق يعني بيقول أن جوهر الطائف وزع الصلاحيات ميثاقيا لتكوين شراكة حقيقية في السلطة وتغييب أي سلطة من هذه السلطات هو ضرب لهذه الميثاقية اتنين في خلل أساسي قد يتأتى من ممارسة الحكومة صلاحيات الرئيس الذي سيصبح قراره بين يدي 24 وزير يعني في مجيزة لابد بداية من القول بالإشارة اللي تفضلت فيها قبل البريك أنه نحن أستاذ ولي جمبلات ما عم بيقلل من أهمية الفراغ برئاس الجمهورية مش والله يعني كأنه شيئا لم يكن أو لم يحصل إذا ما في عنا رئيس جمهورية نعم على الإطلاق هذه مسألة إلى معناها الكبير على مستوى السياسي إلى سلبياته الكبير وإلى مخاطره الكبير سياسيا إنما لابد من ناحية تاني كمان ما فينا نحن نقول له للرأي العام أنك أنت رايح على المجهول بشكل كامل بمعنى آخر رغم كل هذا الجو القاطم في حال ما انتخذنا رئيس رغم كل هذه السلبية رغم كل هذه المخاطر لابد أنه نعطي جرعة أمل لللبنانيين بأنه هناك على الأقل حكومة ممثل فيها الجميع كل القوى السياسية قادرة على أنه تدير هذا بالفدود للدنيا بس ما فيش مضمون أنه بيستمر ما فيش مضمون أكيد أكيد أنا أحكيت بهذه النقطة أنه هذا أمر يحتاج إلى استمرار التفاهم اللي أتى بهذه الحكومة لأنه إذا هذا التفاهم رجعنا فقدناه أكيد الحكومة لا بغض النظر في حسابات كمان ما علي في حسابات داخلية كمان تتحكم بموقف هذه القوى يعني البعض عم بيتخوف أنه حدا يدفع بإتجاه يعني دهورة الوضع مش ممكن أمنيا هلأ بنجري بحكي فيه بس ولكن سياسيا لا 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 أنا بحكي الوصول يعني لدفع الأمور بإتجاه الإسرع في انتخاب العماد يعني يمكن هني طيال الوطن الحر يعني يساهم بالتعطيل عمل حكومي يساهم بيتخذ شلسلة خطوات قد تؤدي إلى أنه لكن هذا كمان مسار هذا مسار مش مضمون أنه بيجي بنهايته بيكون العماد عون لحتالي يعني رئيس جمهورية لحتالي نتفايد الفوضى أو نتفايد الفراغ أو نتفايد الشلال أو نتفايد إلى آخره على الأطلاق مش مضمون بهذا النتائج بهذا الشكل وبعتقد بالعكس تماما بالعكس تماما أي قوة سياسية عندها يعني مرشحة لرئاسة الجمهورية لازم تحافظ على الاستقرار قبل كل شيء لنجي برئيس جمهورية لأنه الفوضى كرة الثلج تتدحرج ما بنعرف ما بنعرف وين بتوقف وكيف وكيف بتنتهي على الأطلاق المطلوب أنه هذه الحكومة تبقى متماسكة في حال الشغور حصيل ما قدرنا نأمن انتخاب رئيس ظل متماسكة تدير الوضع يعني بديش أقول بتفاهم بأعلى نسبة من التفاهم ولكن بأدنى نسبة من التفاهم نظل نسير الأمور هذا المنطق اللي نحنا عم نقوله لحتالي ما نروح على الفراغ بكل المعايير لأنه إذا نحنا كرسنا فكرة الفراغ بمعنى ما في عنا أي شيء ما في عنا أي شيء يقدر يقود الوضع أو يدير الوضع بهذه المرحلة قبل انتخاب الرئيس معناتها نحنا عم نقول هناك فراغ بسدة الرئاسي هناك فراغ سياسي هناك فراغ اقتصادي هناك فراغ اجتماعي هناك فراغ أمني وهذا ما بيعد في حدا قادر يضبطه لا على الأقل عندك حكومة فيها حد وممكن نوصل إلى فراغ نيال نيال نعم طيب على الأقل نحنا اللي عم نقوله اللي عم بيحاول يقوله رئيس الحزب استاذ ولي جنبلات أنه هناك حكومة موجودة قادرة على الأقل تعطي بعض الطمأنينة بعض الأمل استقرار يعني تتأمن استقرار الوضع يبقى مستقرا رغم يعني عدم وجود عدم وجود رئيس لأنه غير ذلك على الإطلاق هو اللي لازم نحنا نخاف منه عم نقول في عنا أشيط خلاص بمحل معين خلينا نطلقت فيها كلنا سوا بهذه المرحلة الانتقالية حتى انتخاب انتخاب الرئيس وهذا الأمر يعني على الإطلاق تقليل من أهمية عدم وجود يعني رئيس في بعبدة أبدا لأنه نحنا وهون بديش يعني خليني أرجع أذكر بكل الكلام اللي قاله رئيس الحزب مرارا وتكرارا بأكثر من موقف وعلى أكثر من منبر وبأكثر من كلام أنه لنتفيد الفراغ نحنا خلينا نتفق ولحتالي نتفيد الفوضى تعون شك الحكومة نتفهم عليها كلنا سوا على الإطلاق هذا التوجه وهذه مقاربة الرئيس وليد جمبلات للأمور كلها سوا مش ولا تقليل من أهمية أو القول أنه ما في شي بيحصل إذا الرئيس الجمهورية منتخب على الإطلاق مش هذه الوجهة ولا هذا الكلام ولا معنى هذا الكلام أنه يعني وجود رئيس وعدم وجود مثل بعض أبدا على الإطلاق نحن بنعرف تماما شو هي مخاطر عدم وجود رئيس في بعبدا حذرنا من هذا الكلام ومن هذا الأمر مرارا وتكرارا بكلام صريح وواضح صدر عن رئيس الحزب ونحن اللي قلنا أنه إذا ما اتفقنا رايحين على هذا الواقع ولكن برجع بقول هذه الحكومة اللي موجودة خشبة خلاص منطلقت فيها لحتى اللي منروح على فوضى كاملة على كل المستويات الاستقرار هو الأساس الاستقرار بيجيب رئيس الفوضى ما حدا بيضمن أنه ممكن ينتج لنا رئيس بس ممكن تود لمحلة الثانية الفوضى قد تكون أيضا مطلوبة يعني ما لمحت في كلام كتير بهذا الاتجاه حتى اليوم بالأعلام بالصحف بتلاقي هذا الكلام ولكن يعني أي مؤتمر تأسيسي يعني نحن نكون عم نقول الطائف ما عاش بدنا إياه بدنا اتفاق جديد بين اللبنانيين نفق بيعتقد مش بالسهل الدخول فيه نفق نكون عم يفوت فيه لبنان عم يفوتوا فيه اللبنانيين مش بالسهل نطلع نطلع منه بس انت بس هو سياق الأحداث بدك فوضتك غصبا عنك بهذا النصق صحي سياق الأحداث إذا رحنا على فوضى كاملة ما حدا بيعرف هايدي الفوضى لوين بتوصلنا ما بيعتقد هذه المغامرة يعني الدمارات اللي عطاها عطاها أو اللي حكي عنا كل من الرئيس نبيه بره وانا والي جميلات باجتمال بعبدالأخير الحوار منا كافي حتى ما تفوتنا بهالنفق ولكن حتى الأطراف اللي ممكن نحن نفترض أنه تغيير الواقع هو لمصلحته بدأ تاخد الأمر بهذا الاتجاه يعني حتى هي عم تحكي بأنه اتفاق الطائف اتفاق ثابت يعني مش من السهل مش من السهل هذه المغامرة لأنه كمان اللي عم بيحلم يعمل رئيس جمهورية اليوم ما فيه يقول أنا إما بعمل رئيس جمهورية إما بريغير الواقع كله سوا يعني أعمل اتفاق جديد جديد بالبلد لأنه هذا بثير الهواجس عند الأطراف اللي عم بيحكي معها ويتفاوض معها وتحديدا تيار المستقبل بكل سراعة لأنه اليوم في كلام واضح بالسفير على موضوع اتفاق الطائف وفي كلام واضح في حاتين تخوف سعودي وصول عماد عون أنه بركي ممكن يعني السفير السعودي السفير السعودي محطوط اليوم بالسفير أنه زار البطريارك الراعي لا يسأل ماذا يعني الرئيس القوي صحيح أو لا وهل هناك يعني اتجاه لنروح نحنا على مرحلة مختلفة عن اتفاق الطائف بعتقد هذه الهواجس يعني أي حدا بلمح لليوم وعنده مشروع يعمل رئيس جمهورية أي حدا تاني ومسألة تغيير اتفاق الطائف تغيير هذا الواقع تغيير هذه المعادلة السياسية اليوم بلبنان يعني بعتقد إذا بدأت تم على الناعم هذا يحتاج إلى تفاهم يحتاج إلى اتفاق سياسي يحتاج إلى حوار بين اللبنانيين وإذا بدأت تم على الحامي بعتقد نكون عم ناخد بعث في مجالة تعديل الدستور من هلأ لـ 25 أيام من شين التمديد ما بعث لأنه اليوم بصحيفة الحياة لأنه فخامة الرئيس نفسه عم بيقول اليوم أنا ذاهب لبيتي مضبوط مضبوط بس في تحركات يبدو يعني بصحيفة الحياة بتقول في معلومات متوافرة في العاصمة الفرنسية أن دول المعنية بالملف اللبناني وفي طلاعات فرنسا ستضطر إلى التحرك مع القوى الإقليمية المؤثرة في هذا الملف لإيجاد حل في غياب الانتخاب الرئاسي المتعدد الحليم وفقه قد يطلب من الرئيس ليمان أن يبقى في منصبه لمدة سنة أو سنتين إذا تم الاتفاق على موضوع معه ومع الدول الإقليمية المؤثرة ومنها إيران والسعودية بسأنه هذا بعد مجرد اختراح وحتى في واشنطن أكدت مصادر أمريكي الحياة أن إدارة رئيس باراك أوباما لا تعارض التمديد لرئيس لبناني كأحد الخيارات لتفادي الفراغ نهاية الجو لأنه من فترة تقريبا من مدة أسبوع أو عشر تيام نقل جو عن بكركي بأنه بكركي عم تطرح فكرة الاستمرار في الموقع إلى حين انتخاب انتخاب رئيس بس هذا برضو يحتاج إلى تعديل إلى تعديل دستوري هل ممكن أنه يحصل إذا هذا التوافق اللي عم بيناحكي عنه تأمن أه بيحصل وبساعة التعديل الدستوري إذا عم نحكي واشنطن باريس طهران رياض سبعة كي وقت وحتى يعمل يعني إذا في شي بهالاتجاه وحاصل قبل نهار قبل خمسة وعشرين الشهر التمديد بيحصل بساعة ما بتعرضه نحنا بالمبدأ ملنا مع التمديد نحنا بالمبدأ لسنا مع التمديد فخامة الرئيس نفسه عم بيقول أنا ذاهب ولن أرضى بالتمديد هلأ كيف الأمور بتتجه وحتى هذا المسار ما ناضج في شي يعني ما فينا نقول أنه في معالم لإله ممكن الركون لإله لنشوف كيف نتصدر لأنه يبدو أنه يقال أنه الهم الأساسي اليوم لدى واسنطن تفادي الفراغ بأي ثمن يعني هذا الموضوع كحال بدي أنتقل إلى الزميل ياسبك وهبي موجود بطرابلوس حتى نشوف شو صار فعلا يعني الاستهداف الدورية من الجيش اللبناني والذي أدى إلى وقوة جرحة في صفوف الجيش ماذا حصل وكيف حصل وما هي ملابسات يعني هذا الموضوع ياسبك صباح الخير صباح نور دولي ونهارك سعيد أنت وضيفك الأستاذ ناصر شو اللي صار ياسبك تحديدا قبيل متصف الليلة الماضية كانت دورية من الجيش اللبناني تقوم بعملية مداهمة في منطقة داب التباني بحثا عن بعض المطلوبين بمجم ذكرات قضائية فقام عدد من هؤلاء بإطلاق النار على الدورية كما أطلقوا في اتجاهها قذيفة صاروخية كانت هناك الدورية مؤلفة من سيارة همفي ومع بعض العسكريين أصيب العناصر بجروح ثمانية عناصر من الجيش اللبناني أصيبوا بجروح جراء إطلاق القذيفة الصاروخية واحترقت الآلية وعلى الفور عمد الجيش اللبناني إلى سلسلة مداهمات بحثا عن هؤلاء المطلوبين وهناك سعي لتوقيفهم خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة علما أن أسماء هؤلاء هي من أسماء المطلوبين الذين وردت أسمائهم في وقت سابق وهم يعني معرفون بأنهم من المتشددين على ما يبدو ولهم علاقة بالأحداث الأخيرة التي كانت تحصل ولسيما استهداف المواطنين العلويين من جبل محسن في مدينة طرابلس وهناك ثلاثة أشخاص أحدهم من آل منصور والثاني من آل الرعي وثالث من آل الأحلاق الذين تبحث عنهم استخبارات الجيش ودوريات الجيش اللبناني في منطقة التباني وهي مصرة على توقيف أولاء هذا الحال ترك انطباعات سيئة لدى الناس الذين رفضوا بداية استهداف الجيش اللبناني وثانيا رفضوا إعادة تحريك الأجواء في منطقة التباني التي عاشت الهدوء منذ حوالي شهر ونصف حتى الآن منذ تاريخ تطبيق الخطة الأمنية لمدينة طرابلس والتي أقرها مجلس الوزراء ومنذ تاريخ تسليم عدد من قادة المحاور أنفسهم وكذلك توقيف آخرين فهذا الحادث ترك انطباعا سيئ لدى الناس الذين تعاطفوا مع الجيش اللبناني ورفضوا هذا الاستهداف للجيش اللبناني هل في توتر بعد الحادث انتهى عند منتصف الليل الجيش سير دورياته سحب الألية المحروقة من المنطقة وهو يكمل دورياته وهو ماضن في البحث عن هؤلاء الأشخاص الأوضاع عادية أكان في دور أبو علي أكان داخل التباني ونحن هنا وراءنا ساحة عبد الحميد كرامي ساحة النور في طرابلس تشهد حركة طبيعية شكرا ياسبك شكرا لك أعطيك العافية برأيك يعني حادث معزول عن خلفيات سياسية معينة يعني ما فيني أضمن هذا الموضوع ما فيني أضمن أنه معزول عن خلفيات سياسية وممكن يكون يعني من تداعيات المرحلة المرحلة الماضية يعني بدون ما يكون ويمكن يكون من مؤشرات المرحلة المقبلة إذا ما حصل يعني تفاهمات سياسية مشكلة بهذه المعارك لا يمكن أنها تنتهي بشكل كامل لأنه التسويات السياسية اللي عم بتصير هي تسويات كمان مرحلية وأنية ما فيه تسويات جذرية عم بتتم خاصة بين الأطراف المتصارعة يعني عم تتفاهم هذه الأطراف مرحليا وبيبقى الصراع دفين يعني إن كان جواتها هي أو عند المجموعات الموجودة على الأرض وبالتالي الاستعداد النفسي للمواجهة قائم الاستعداد النفسي للمواجهة قائم بين هذه الأطراف وبين مجموعاتها على الأرض بأي لحظة ممكن يصير فيه انتكاسي لهذا التفاهم أو أحيانا مجرد يعني جو هيك ولو إعلامي إنه هذا التفاهم انصاب بمحل من المحلات ممكن تشوفي هذه التوترات على الأرض مع العلم إنه ما فيني ابني بصراحة يعني هذه تحتاج إلى معطيات هل هي من تداعيات المرحلة اللي اللي كانت بالماضي أم إنه مؤشرات لمرحلة جاية بدنا ننتظر نشوف الوضع لأنه إذا إن الخطة الأمنية تنفذت بترابلوس ولازالت مستمرة ممكن يكون بعض الألغام عم بيطلع قدامها من شكل هذه العملية اللي تمت بالأمس وممكن وممكن كمان يكون فيه شي بعده موجود متجذر قائم مستعد لأي لأي لحظة بالمرحلة اللي جاية بالعودة اللي كنا عم نحكي عنه موضوع هو بلحظة سد دولي مثل ما بلحظة تبخر كل شي نتيجة التفاهم السياسي كمان بلحظة بلحظة بيرجع أكيد طبعا لمن التفاهم السياسي بينظر أكيد عمقول بالعودة إلى موضوع إمكانية تعديل دستور وغيره حتى كنا عم نحكي عن أجواء المصادر الأمريكية بصحيفة الحياة أنه تقول أن واشنطن لن تلوح بالذات وضد أي آلية قانونية قد تنتهجها سلطات لبنانية والمجلس النيابي لتفادي الفراغ ومنطن ذلك حددت المصادر الأمريكية المعنية مباشرة بهذا الملف خيار التمديد والتعديل الدستوري لإيصال مرشحين مثل حاكم مصرف لبنان رياض صليمة أو قائد الجيش العماد جان قهواجي شو ردك على مبعرف نتعديد وزول لمصلحة شهادان الشخصية بدني قاش أنوني بكل صراح لأنه في وجهتين نظر بموضوع تعديل للدستور أولا فيما يتعلق بالعماد جان قهواجي وثانيا فيما يتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سليمة لأنه البعض يقول لأنه ولايتهم ممدد يعني الاثنين فبالتالي المسألة مش ضرورية تكون دستورية إذا تم تعديل الدستور وهذا بديو يخضل على الخلاف والنقاش السياسي وهون يعني بديو تشوف الأطراف الأساسية اللي هي كمان معنية برئاسة الجمهورية كان طيار الوطن الحر أو القوات اللبنانية شو بديو يكون الموقف إذا كان هناك توجه جدي بهذا السياق ولكن كل هذا النقاش بعتقد صار يعني إلا إذا عم نحكي هذا الاتفاق الدولي والأقليمي حصيل يعني تستوليت قبل 25 يعني ما فينا نعمل ننضج هذه التسوي وهذا الحل داخليا بتعديل دستوري أو بتمديد لفخامة الرئيس قبل 25 إذا ما ما كان هذا الاتفاق الدولي والأقليمي حاصل وقالنا شرفه يعني حضرنا لكم الطبخة شرفه تذوقوها يعني بعتقد ممكن هذا الكلام يبلش بعد 25 يعني يبدأ النقاش السياسي الفعلي فيه بعد 25 وبالتالي ما فينا إلا من مننتظر يعني رح يبدأ النقاش كمان بموضوع يعني عقد جلسات تشريعية بعد 25 إمكانية استمرار بعقد الجلسات تشريعية جو الرئيس بري كأنه يعني ممكن الاستمرار بالجلسات التشريعية بس في قوة عم تقول لا قوة عم تقول لا لأنه بعتقد الوجهة اللي عم تنظر لأله هي وجهة سياسية أنه كيف نحن بننضل مجلس الوزراء قائم وعن بيشتغل يعني الموقع السني عم بيشتغل الموقع الشيعي عم بيشتغل بالبلغ بوقت الموقع المروني مش موجود هذا كلام بعتقد هو بالسياسة بالسياسة أكتر ما هو بالدستور وبالأنون ويمكن حقها هذه القوة أنه يكون عندها يعني يكون عندها هذا الهاجس يكون عندها هذا الهاجس وبالتالي يعني تحاول تستخدم كل الأسلحة يعني بالسياسة وبالقانون وبالدستور لتقول أنه أنا ما بدي هذا الموقع اللي بيمثلني أنه يشغل طب اليوم إذا بحنا نقول عمليا من يدير فعليا اللعبة الداخلية برح دكتور جانجان قال أنه حزب الله هو كل شيء في هذه اللعبة الآخرون لا يفعلون سوى التموضع إذا قواعد اللعبة التي يحددها الحزب مثلا رئيس نبيه بر يرتب الأمور ويرقعها وكذلك ولي جو بلط هل توافق على هذا التوصيف أنه فعلا حزب الله هو الذي يجيح أكيد ما فيني وافق على هذا التوصيف من ناحية يعني طبعا هذا الكلام هو كلام سياسي موجه يعني مش غريب من القوات ولا من الدكتور جاعج ضد حزب الله وكمان لا يقول يعني هذا الكلام مش موجه بس لرئيس بري أو لإلنا بقدر ما هو كمان يعني موجه لخصمه الأساسي الجنرال عون لا يقله أنه أنت يعني أدات بإيد حزب الله الشيء اللي بيخليني يقول أنا أنه هذا الكلام مش دقيق بالمعنى أنه ما في شك أنه حزب الله هو لاعب أساسي على الساحة اللبنانية ولاعب مؤثر ولاعب يعني قادر أن يتحكم بالكثير من المفاصل السياسية في الاستحقاقات الكبيرة مشكلتنا نحن التدخل بين المعطيات الداخلية والمعطيات الأقليمية كبير جدا يعني لدرجة بيجعل من الجميع أحيانا يعني عم بيرتبوا الأمور بالداخل استنادا إلى معطيات المعطيات الخارج وهون بمعنى آخر أنه ما فيك تفصلي دور بعض القوى السياسية بالداخل عن مجريات الأمور بالخارج يعني ما فيني أفهم أنا وهوني عم بحكي بكل تجرد وبكل موضوعية بدون بدون اتهام لحدا يعني ما فيني أفهم دور يعني لحزب مثل حزب الله على المستوى الداخل اللبناني بمعزل مما يعني من اللي عم بيحصل بسوريا وبمعزل من العلاقة مع إيران مثل ما كمانا ما فيكي تعزل اليوم بشكل كامل طيار المستقبل عن علاقاته يعني الأقليمية والخارجية وبالتالي بدك يعني بدرجة أبعد تشوفي العلاقة السعودية الإيرانية كيف رايحة لحدتالي تشوفي كمانا حركة عدد كبير من القوى السياسية على المستوى الداخلي وهون يعني بعتقد حزب الله لاعب أساسي ما في شك ولكن الأطراف الأخرى بالداخل اللبناني اللي هي عندها وجودها ثابت كمانا يعني إلى دورة وإلى تأثيرها يعني منصير عم نفوت بباب الاتهام يمين أو شمال مين بيقرر مين ما بيقرر يعني حزب الله بيقرر والباقي بيمشو أو حزب الله له تأثير 50 ل60 ل70 بالمئة بعتقد نقاش يعني القصة مش متروحة بيقرر والباقي بيمشو بس في في ناس قادرة يعني تاخد دفت يعني السفينة تديرها بمحل يعني باتجاهات معينة ما في شك ما فيك تعمل انتخابات رئاسية اليوم بلبنان لا بالتفاهم ولا بالانتخاب بدون حزب الله يعني منكون عم يعني عم بالغ بالأمور كتير ولا فيك تعمل انتخابات بدون طيار المستقبل ولا فيك تعمل انتخابات بدون القوى الاخرى المؤثرة لا الرئيس بري ولا الرئيس وليد جنبلات ولكن انا هذا الكلام بفهمه من زاوية يعني القول للخصم القول للخصم انه اللي بيقرر بفريقك هو حزب الله مش انت مش انت وبعتقد انا يعني انتخابات الرئاسية مهما كانت التفاوض بين طيار الوطن الحر وطيار المستقبل مهما كان هذا التفاوض يعني والقول انه اذا طيار المستقبل بيمشي بالعماد عون نحن ما عنا مشكلة عم بيحكي من جهة 8 ادار انه 8 ادار عم بتقوله للجنرال عون اذا طيار المستقبل مشي نحن ما عنا مشكلة نحن معك وانت مرشحنا وإلى آخره ولكن حتى الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى تفاهم بشكل او بآخر بين حزب الله وطيار المستقبل يعني مش بس بين طيار الوطن الحر وطيار المستقبل ما هو العمدان طارق نحن يكون بركي هاللينك يعني ممكن ما بعرف المسألة تتجاوز هذا الحد لانه مسألة تتعلق بالتفاهم السعودي الايراني السعودي الايراني من جهها وتتعلق بواقع المنطقة وبهذا الصراع السن الشيعي اللي حاصل اللي ممكن اي طرف يقدر يلعب دور ايجابي اذا كانت الامور ركبة باكليميا يعني لهم تنتهي حلقتنا منقلك الى اللقاء بعد 25 ايار لانه لانه بعدنا رح يكون بنفس ما رح يكون يمكن 25 ايار عنوان لمرحلة جديدة مع رئيس جديد بالعكس لانتداد الازمة اليوم شو برنا نعمل هذا الواقع المهم انه يعني هذه المرحلة تدار بشكل يحفظ الاستقرار الى ان ننتخي برئيس في حال لم ننتخي برئيس ان شاء الله بديش كرك سيد زافر شكرا للك شكرا للأل بي سي للمشاهدة من حزب تقدم الاشتراكين شكرا للمشاهدين لتابعونا والى اللقاء مرحلة شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة